صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية على الإعلان عن قابول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قابول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس 2022 وكذلك قابول دفعة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذل أدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم السبت الموافق الثاني من إبريل 2022 وحتى الثامن من مايو 2022 وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 154-99 موسيقى 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 موسيقى